الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا الرسول الله ثم أما بعد في ثلاث شهود سيشهد عليك يوم القيامة فاحذر من جميعهم في ثلاث شهود سيشهد عليك يوم القيامة فاحذر من جميعهم أول هؤلاء الشهود السلاسة هي الأرض هي الأرض تشهد عليك الأرض بما فعلت على ظهرها من خير أو شر تشهد عليك الأرض بما فعلت على ظهرها من خير أو شر تصديقا لقوله تعالى يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى له يبقى كل مكان عصيط ربنا فيه يشهد عليك يوم القيام وكذلك كل مكان فعلت فيه الخير لله عز وجل يشهد عليك يوم القيام والأرض تشهد بما فعلت على ظهرها من خير أو شر تاني هؤلاء الشهود يوم القيام الملائكة الملائكة مسطرة عليك كل شيء قال الله عز وجل وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون الملائكة تسجل عليك كل ما فعلت من خير أو شر قال الله عز وجل وكل شيء فعلوه في الظبر وكل صغير وكبير مستطر مستطر يعني كل شيء مستطر مكتوب حتى قال فرعون لموسى فما بالقرون الأولى أي موسى ماذا يفعل بها ربنا فقال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسي يبقى تشهد عليك الملائكة يوم القيامة وكل مسطر عليك من خير أو شر قال الله عز وجل ووضع الكتاب فرى المجرمين يومئذ فرى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب اسمع لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرة ثالث هؤلاء الشهود الذين يشهدون عليك يوم القيامة أعضاؤك إيديك رجليك عينيك أزنك لسانك أنفك تشهد عليك إن فعلت خيرا شهدت لك بالخير وإن فعلت شرا شهدت لك بالشر في صحيح المسلم من حديث أنس قال أنس كنا مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم زات يوم فضحك فقال ألا تسألوني مما أضحك قلنا مما تضحك يا رسول الله قال من مجادلة العبد ربه يوم القيامة فيه عبد بيجادل حتى أنه يجادل الله عز وجل العبد يوم القيامة يرى في كتابه المسطر علي أفعال كلها من خير أو شر فهو عايز يفلت باهم إياه فيقول يا رب لقد سجلت الملائكة أعمالا لم أقم بعمله وأنا يا رب لا أجيز على نفسي إلا شهدا منه سبحان الله مع أن الملائكة لا تسطر إلا ما فعلت لكن سبحان الله هكذا بعض البشر يجادلون رب البشر جل في علا فالعبد يجادل الله عز وجل يوم القيامة يجادل الله عز وجل يوم القيامة قال الله أو قال النبي محمد صلى الله وسلم فيختم على فيه على فمه ثم يقول الله عز وجل للأعضاء انطقي انطقي فتشهد الأيدي بما فعلت تشهد الأرض الأرجل بما فعلت وتشهد الأعين بما رأت وتشهد اللسان بما فعلت ويشهد الأنف بما فعلت ثم يخلى بينه بين الكلام يرجع يكلم تاني فيقول لأعضائه بعدا لكنا وسحقا فعن كنا كنتوا أناضل انتوا بتشهدوا عليه لأن كل دا عايز حوش النر عنكم فيقول الله عز وجل شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خالقكم أول مرة ولي ترجعون فكل هؤلاء يشهدون عليك يوم القيام سواء كانت الأرض سواء كانت أعضائك سواء كانت الملائكة التي وكلها الله عز وجل بكتابة أعمالك فاحذر من جميعه ترجمة نانسي قنقر